لبنان حاضر كما كان منتظرا في زيارة ماكرون للمملكة العربية السعودية حيث تمنى أن تساعد محادثاته مع ولي العهد محمد بن سلمان في حل الخلافات الدبلوماسية التي أثارتها تصريحة جورج قرداح بين لبنان ودول الخليج مشيرا إلى أن استقالة قرداح خطوة مهمة لإنجاح المساعي ماكرون وبن سلمان تواصل مع رئيس الوزراء اللبناني لابداء رغبتهم في إعادة المياه إلى مجاريها مع التزام باريس بخطة مساعدات اقتصادية وتجارية للبنان نهيك عن بعث إصلاحات تساعد اللبنانيين في تجاوز آزماتهم الداخلية كمشكلة الطاقة وضعف التموين اتصلنا بمقاتي لتمرير رسالة واضحة بأننا نريد التقدم لوضع الأمور في نصابها ومساعدة لبنان اقتصاديا وتجاريا وخدمة اللبنانيين في مواضع مهمة بالنسبة لهم طاقويا أو تموينيا أو إنسانيا ونريد أيضا المساهمة في عودة الحكومة اللبنانية إلى العمل الطبيعي غير أن الشارع اللبناني يشهد بعض التوجسات من فعالية الوساطة الفرنسية فالأزمة حسب بعضهم أعمق من مجرد معالجة بعض الجوانب بل هي قضية توازنات يجب أن تضبط وتفعل معها بعض القرارات الدولية وما إن بدأت بيروت تشخص مشاكلها حتى دخلت أزمة دبلوماسية عاصفة يخشى منها أن تترك آثرا يفرض واقعا مغايرا لما يريده اللبنانيون حتى بالعودة لما قبل قرداحي فكيف يمكن للبنان أن يستعيد عافيته بعيدا عن توازنات قد لا تخدمه شكرا